الى محافظة سكاريا هذه المدينة عزيزي المشاهدين مدينة تبعد عن اسطنبول 200 كيلو مترا وعن انقرة كذلك 200 كيلو مترا فهي في وسط الطريق بين هاتين المدينتين الجميلتين هذه المدينة مدينة تاريخية من الطراز الاول تشتهر بمنازلها القديمة التي يأتيها السياح من اماكن بعيدة حتى يعيش هذا الجو الجميل جدا في هذه المنازل القديمة التي يعود تاريخ بعضها الى 300 سنة جاينا عزيزي المشاهدين حتى ننقل اليكم حلقة جديدة من برنامجكم جمعة وجامع من المسجد الاقدم في هذه المدينة وهو مسجد يونس باشا فكونوا معنا في هذه الحلقة مبنية على ثقافة المياه الجارية وكذلك منطقتنا مشهورة بعذوبة المياه الجارية والاشجار الكثيرة المتنوعة طبعا هذا انعكس على خط الشيخ وظهر من هذه المنطقة مثل هذا الشيخنا سامي ازل وهو بقي في اسطنبول ثلاثة واربع سنة يأم في مختلف المساجد يعمل اماما خطيبا او مؤذنا وتقاعدة وهو الامام الاول او نقول وهو كبير الايمة في جامعة سليمانية وما ادراك ما سليماني وهو مشهورة تقاعدة هناك وبعد التقاعد السافر الى مكان ولادته يعني اعدى الى مقطع رأسه ترقل وتوفي هنا مسقط رأسه 2005 توفية ودفنه هنا نعم حديث الآن سيدي يعني اولا يعني هناك كثير من القضايا التي كان يمكن نطرحها ولكن يبدو ان الوقت ادركنا اشكرك جزيلا شكرا على هذه المشاركة في هذه الحلقة واذا كانت عندك كلمة اخيرة تريد ان توجهها نترك لك انا اشكركم كذلك على هذه الاعتناء بهذه المنطقة ان شاء الله تكون فاتحة الابواب لخير الله سبحانه وتعالى شكرا نعم عزى المشاهدين نشكر ضيفنا الاستاذ حسين سري سنار على هذه المشاركة الطيبة والآن سوف نستمع الى الاذان الجميل الذي سوف يتردد بين جبال هذه المنطقة المكسوة بالغابات الخضراء والجميلة فاستمعوا الاذان معنا اشتركوا في القناة 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 موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لا اله الا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة ات سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد نعم عزيزي المشاهدين هذا هو مسجد يونس باشا الموجود في مدينة ترقل وهي مدينة او قضاء تابع لمحافظة سقاريا هذا المسجد بني عام 1517 في زمن السلطان العثماني التاسع سليم الاول والذي كان في اثناء بناء هذا المسجد عام 1517 كان مشغولا بيضم بعض البلدان الى الاراضي العثمانية ومن هذه البلدان سوريا في حرب والشام في حرب مرج دابق عام 1516 وبعد ذلك طبعا الديرانية في مصر 1517 وكذلك منطقة العراق والحجاز وهذه المناطق العراق طبعا ضمت فيما بعد بعد عهد ولده السلطان سليمان القانوني ولكن الحجاز كانت في وقت ضمت في وقت السلطان سليم الاول يونس باشا الذي يحمل هذا المسجد اسمه هو رئيس وزراء سليم الاول قام ببناء هذا المسجد ومن الملفت للنظر في الحقيقة ان يكون مخطط بناء هذا المسجد ومصمم بناء هذا المسجد هو المعمار سنان طبعا تخيلوا اعزائي المشاهدين نحن السنة عفوا الاسبوع الماضي كنا في مسجد كليش كليش علي باشا في اسطنبول وقد بني ذلك المسجد عام 1580 وكان مصممه كذلك المعمار سنان هذا المسجد بني عام 1517 يعني قبل 63 سنة وايضا مصممه ومخططه ومهندسه المعماري كان المعمار سنان السبب هو ان هذا الشخصية الفنية العالمية المرموقة المعمار سنان عاش مئة سنة كاملة ما بين عام 1489 و1589 وقد عاصر السلطان سليم الاول والسلطان كذلك سليمان القانوني والسلطان سليم الثاني والسلطان مراد الثالث وعاصرهم جميعا وطبعا ترك وراءه حوالي 400 اثر يعني بمعدل اربعة اثار في السنة كان يبني اذا ما حسبنا انه منذ ولد بدأ يبني المساجد طبعا اذا ما اتينا لهذا المسجد مسجد يونس باشا الذي يمتد تاريخه ل500 سنة يطلق عليه اسم المسجد المرصص او المسجد ذو الرصاص طبعا السبب اطلاق هذه التسمية قد يكون لان القباب التي ترونها مكسوة بالرصاص او لان سليماء المعمار سنان كان يركب الحجر فوق الحجر بعدما يكون قد احدث ثقبا في الحجر السفلي وادخل فيه قضيب من الرصاص ثم يدخل عليه الحجر الاخر يضعه فوقه يركبه تركيبا فيدخل نصف القضيب الرصاصي في الحجر السفلي والنصف الاخر في الحجر العلوي فهي حجارة مكعبة الشكل ثقيلة قوية ويربطها ببعضها البعض قضبان من الرصاص الامر الذي يجعل هذا المسجد متينا للغاية كما ترون المسجد يعود تاريخه لخمسمائة سنة وهذه المنطقة التي نقدم لكم برنامج جمعة وجامع منها هي منطقة معروفة بزلازلها الكثيرة بالرغم من ذلك نجد أن هذا المسجد ليس في جدار من جدرانه أي صدع ليس فيه أي نوع من الانهدام ليس فيه أي نوع من الانهيارات في أطرافه في جدرانه في أي مكان فيه وهذا طبعا بسبب هذا بهذا الإتقان في تصميم هذا المسجد وفي بنائه مدينة تراك لأعزائي المشاهدين قد تكون مدينة غير مشهورة كثيرا إلا أنها مدينة في غاية الجمال أنا شخصيا في عيد الأطحى قضيت فيها مع عائلتي وأولادي عطلة ممتعة جدا يعني تمتعنا بجمال الطبيعة بهذا الهواء النظيف والجميل عدد السكان في هذه المدينة لا يتجاوز أربعة آلاف يعني هذا أن السيارات قليلة يعني هذا أن لا يوجد ضوضاء ولا ضجة ولا إزعاج فكانت فرصة لأن نقضي أياما من الاستجمام والاستراحة في هذه المدينة الرائعة وطبعا الآن هناك خطط لبناء منشآت سياحية جميلة جدا متناسقة ومتناغمة مع الطبيعة بحيث لا تكون بشكل أو بطراز حديث يفسد هذه اللوحة الطبيعية الكلاسيكية الجميلة التي نراها أمامنا هناك الآن مشاريع لبناء منشآت ومنتجعات سياحية حسب طراز بيوت هذه المدينة القديمة حتى تكون لونا جميلا في هذه اللوحة وليس لونا نشازا أو لونا غريبا على هذه الأصالة التي تمثل الآن أمام أعيننا الخط الذي ترونه يعود إلى الخطات سامي أزال ذلك الخطات المتميز المشهور والذي أجيز من قبل الخطات التركي المشهور جدا حميد أيتاش وإذن مدينة تراكل بجمالها الطبيعي بأنهارها بغاباتها بجبالها أثرت على روح هذا الفنان وانعكس هذا التأثير بشكل لوحات جميلة جدا من الخط العربي وخاص خط الثلث وغيره من الخط المنطقة هذه معروفة كذلك بتدين أهلها معروفة بالمساجد التي فيها بدور القرآن التي فيها كل هذا طبعا من بركة اهتمام أهل هذه المدينة بقيمهم الدينية وكل هذا كذلك فيه شيء كبير من التأثر بالثقافة التركية التي امتزجت بالثقافة الإسلامية على نحو يعز نظيره فصار في كثير حتى من البلدان الأوروبية والغربية إذا قيل تركي يعني مسلم وإذا قيل مسلم يعني تركي هكذا امتزجت مفهوم الثقافة التركية بالثقافة الإسلامية في كثير من الدول الخاصة الغربية وبعض الدول الأوروبية وذلك بسبب اعتناق هذا الشعب منذ الوصول الأولى لإسلام لدين الإسلام ولحمله راية الإسلام لقرون طويلة نترككم الآن مع شعائر خطبة وصلاة الجمعة إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِئُوا تَسْلِيمًا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهَوْا عَوَلَيْهُ عَلَيْهُمَى آمين 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 والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أكبر لا إله إلا الله أكبر أن محمد رسول الله أكبر أن محمد رسول الله أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر أكبر الله أكبر 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 أ والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سييدنا محمدًا عبده ورسوله أما بعد في عباد الله يوسيكم بي تقوى الله وداعتي إِنَّ اللَّهَ مِعَا الَّذِينَ اتَّقَاوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتقَاكُمْ إِنَّ اللَّهِ عَلِيمٌ خَبِيرٌ صَدَكَ اللَّهُ الْعَظِيمٌ مُحْتَرَم مُؤْمِنَرْ إنسانların çoğu sağlıklı bir şekilde dünyaya gelirken bazıları da engelli olarak doğmak أصحا ولكن البعض الآخر يولدون معذوقين إن بعض الناس يولدون أصحا ولكنهم بعد ذلك لأسباب مختلفة يصابون ببعض الأمراض أو بعض الإعاقات في الحقيقة سواء كان الإنسان سليما أو معاقا فإن الإنسان هو أكرم ما خلقه الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض سبحانه وتعالى في القرآن الكريم قال ولقد كرمنا بني آدم وقال سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لذلك فإن الإنسان دائما كان جديرا بالاحترام والمحبة والتقدير أيها الإخوة الكرام إن إعاقة الإنسان من حيث وظائف الإنسان الأساسية الطبيعية قد تكون نوعا من النقص ولكنها لا تلحق أي نقص بقيمة الإنسان إن هذه الدنيا إنما هي مكان للامتحان والاختبار وإذا ما كان الإنسان قد حرم شيئا من النعم فإن هذا نوعا من أنواع الامتحان إن الجمال الطبيعي كما أنه امتحان من الله سبحانه وتعالى وابتلاء فإن كذلك الإعاقة والنفس في النعم إنما هو كذلك نوعا من الامتحان وبالتالي فإنه كما أن الإنسان الجميل والإنسان الغني كما أنه ليس هو الإنسان الأكثر كرما والأكثر قدرا عند الله سبحانه وتعالى فإن الفقير والمعاق ليس هو الأقل قدرا في القرآن الكريم إن الله سبحانه وتعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم وبهذا يكون الله قد جعل قيمة الإنسان مربوطة بتقواه وبمسؤوليته وبشعوره بالمسؤولية حيال الله أمام الله سبحانه وتعالى وإن نبينا عليه الصلاة والسلام قد علمنا أن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى أعمالكم وإلى قلوبكم وبالتالي فإن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا إذن أن الله سبحانه وتعالى يقيم قدر الإنسان بناء على إخلاصه في قلبه وأعماله في جوارحه أيها الإخوة الكرام إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يهتم بشكل خاص بالصحابة الذين كانوا يشتكون من بعض الإعاقات وكان كذلك يحاول أن يجعل منهم أفرادا منتجين في المجتمع مثلا سيدنا عبد الله بن مكتوم الذي كان ضريرا كان نبي عليه الصلاة والسلام عندما يخرج في غزوة أو سرية من المدينة كان يتركه واليا على المدينة وهذا مثال على الاهتمام بالمعاقين وكذلك أن سيدنا رضوان بن مالك عندما خرج النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر دعا سيدنا عليه الصلاة والسلام سيدنا النبي إلى بيتي فاستجاب لدعوته وذهب وأكل في منزله وبهذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يولي الصحابة الكرام الذين كانوا يعانون من بعض الإعاقات الطبيعية كان يوليهم اهتماما كبيرا وبالتالي فإن إخواننا المعاقين في المجتمع ولابد من العمل على تطوير مهاراتهم والاعتناء بهم ولابد من توفير مرافق اجتماعية ومرافق في المدينة تتناسب مع إعاقاتهم وهذا واجب إنساني وبقدر ذلك هو واجب إسلامي كذلك أيها الإخوة الكرام نحن كمجتمع لابد أن نهتم بالمعاقين وذلك انطلاقا من الأخلاق النبوية التي تعلمناها منه عليه الصلاة والسلام المحبة والعناية والاهتمام هو ما يجب أن يحظى به الإخوة المعاقين الذين يعيشون بيننا إن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كذلك أن كل ما يتم إجراؤهم من كل ما يقوم به الإنسان من خير للإخوة الذين يعانون من الإعاقات مثل مثلا إرشاد الأعمى إلى الطريق وكذلك تزويد المحتاجين بما يحتاجون إليه وكذلك إغاثة الملهوفين أن كل هذه القضايا مما ركز عليه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل هذه الأشياء أعدها النبي عليه الصلاة والسلام من الصدقات التي يؤجر عليها الإنسان وفي أحاديث أخرى لنبينا عليه الصلاة والسلام يتحدث عن أن الرحمة والمحبة والتكافل أن المؤمنين مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتحبهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسم بالسهر والحمى وهذا طبعا يشير إلى أن المسلم يشعر بشعور أخيه يشعر بألمه ويشعر بأمله في ذات الوقت في نهاية هذه الخطبة أريد أن أذكركم بحديث مبوي شريف يقول فيه عليه الصلاة والسلام أنه من ستر عفوا من حقر مسلما فإن هذا كفى بالمؤمن إثما أن يحقر أخاه المسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام استغفروا الله العظيم وأتوب إليه وأسألوا الله لي ولكم التوفيق الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد للكاملين والسلام على رسولنا الحمد لله الحمد لله الحمد لله والسلام على رسولنا ولكم التوفيه الحمد لله الحمد لله اللهم أنصر الإسلام والمسلمين اللهم احفظ وطننا وقومنا من كل سوء وبلاء اللهم اكتب لنا الخير في الدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمهاتنا وأبائنا والمؤمنين كافة إنك أنت السميع القريب المجيب أعوذ بالله يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمد الرسول الله أشهد أن محمد الرسول الله اشهد أن محمد الرسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إحدنا الصراط المشتبين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب الله أكبر سمع الله لمن حميدا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إحدنا الصراط المشتبين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وإنسا وجعلناكم وجعلناكم شعوبا وطبائلا لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله أعليم خبير الله أكبر سمع الله لمن حميدا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام أشتركوا في القناة يعتبر بعض الأخوة المعاقين وكانهم أفراد كاملين ونرى في بعض المجتمعات مع الأسف الشديد أن بعض الأطفال قد يسخرون من بعض الأخوة المعاقين هذه كلها أمراض لا أقول أنها أمراض اجتماعية فقط هي أمراض إنسانية أمراض نفسية لابد أن نحاول أن نحلها من خلال التعليم مناهج التدريس التي توجه لأطفالنا وحتى يتم تربية أجيال تعترف وتحترم هذه الحقوق التي لابد أن يتمتع بها كل إنسان نفخ فيه من روح الله سبحانه وتعالى أعزاء المشاهدين إذن هي كانت حلقة أخرى من مدينة أخرى من مدينة إسطنبول هذه الحلقة رقم تقريباً 115 في برنامج جمعة وجامع نتجول معكم في كل جمعة في مساجد مختلفة في هذه الأراضي التركية المباركة المليئة بالمساجد التي يبلغ عدتها تقريباً 90 ألف مسجد في الأراضي التركية نحاول أن نعرفكم بهذه المساجد بتاريخها بالمناطق التي تعلو فيها مآذن هذه المساجد في نهاية هذه الحلقة ووجه لكم تحية طيبة مباركة مني مقدم البرنامج إبراهيم الحلال شوامن مخرج البرنامج الأخ محمد نوري إشيك ابقوا في حفظ الله تعالى ورعايته اشتركوا في القناة